اشتركوا في القناة والوطن العربي الكبير تحية طيبة والنهاردة معانا حلقة جديدة باسبطات جديدة مهمة جدا على فقرتين هنكون موجودين معاك ولكن اسبطاتنا كتير ومهمة الحلقة اللي فاتت كان معنا نظيف وتكلمنا في موضوع مهم بشكر كل الناس اللي علقت وكل الناس اللي اهتمت به الحلقة الماضية والنهاردة عشان ندي فرصة اكتر ونقدر ان احنا نغطي موضوعات اكتر فالنهاردة طالعين مش معنا نظيف لكن معنا موضيع كتير جدا نبدأ زي ما تعودنا بالاسبط الاول بتاعنا والاسبط الاول بتاعنا بيتكلم عن الفترة الحالية احنا الوقتي في فترة الانتخابات البرلمانية انتهى مجلس الشيوخ وبعد كده مجلس النواب المرحلة الاولى والمرحلة التانية لسه فيها اعادة عملنا بعض الملاحظات او تحديدا ملاحظتين على نتائج الانتخابات المبدئية الى ان تعلن رسميا من قبل اللجنة العليا للانتخابات اول حاجة القيمة لا مهوكم يروحش لبعيد مش بتكلم عن القيمة بتاعة الجواز ده هنتكلم عليها بعدين والمهور والكلام ده في وقت تاني لكن هنتكلم عن القيمة الانتخابية قبل كده كان في حاجة اسمها القيمة النسبية وكان بنسب النجاح كان بيتم تقسيم الاعضاء وبياخد عدد من القيمة دي وعدد من القيمة دي لكن المرة دي لحظت بنفسي بعض الاشياء وشفت على مواقع التواصل الابتماعي بعض ردود الافعال اللي ممكن نقول ان هي عندها بعض الحق يعني النهاردة كان في قيمتين بيتنفسوا مثلا في محافظات الشرقية وضميات وبرسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء سبع محافظات فيهم قيمتين اللي هم القيمة الوطنية من اجل مصر وقيمة ابناء مصر الغريبة ان قيمة زي قيمة ابناء مصر على سبيل المثال نجحت في محافظة دميات وبيمثلها ستة نواب عن محافظة دميات ولكن اجماليا النجاح كان للقيمة الوطنية طب ايه مصير النواب اللي اهل دميات انتخبوهم لم يوفقوا اجمالا طيب النهاردة هل ده شيء عادل؟ قانونا عادل دستوريا عادل ولكن ارجو واتمنى ان مجلس النواب القادم يتم تعديل هذا القانون لان اعتقد من وجهة نظر المتوضع ان ده جائر الى حد ما لان النهاردة لو افترضنا مع كامل الاحترام لكل المرشحين من كل القوائم على كل الاحزاب وفيهم ناس كتير محترمة لم يوفقوا الا ان باقترح ان الفترة الجاية يكون على الاقل مثلا ان احنا نقول اذا كانت القيمة دي نجحت في محافظة دميات يبقى النواب اللي فيها من محافظة دميات ينجحوا واذا كانت القيمة دي نجحت في محافظة تانية يبقى النواب المحافظة التانية ينجحوا ده وجهة نظر وحل بنقترحه وبنقدمه لمجلس النواب القادم ان هو يناقشه ويتم تعديل القانون لسه مكملين في الاسبوت بتاعنا ومكملين في نفس الموضوع وهو مجلس النواب ولكن نقطة اخرى واقتراح اخر الحصانة الحصانة البرلمانية يتكلموا عنها كتير في ناس حللوا ان الحصانة دي بتكون تحت قبة البرلمان فقط ودي بتكون موجودة علشان حماية النائب اللي بيبدي برأيه او بيتكلم عن الحكومة او بيعترض او ينتقد ولكن في ناس تانية بتقول الحصانة دي بتحميه من كل حاجة طبعا حضراتكو على سبيل المثال ايضا وليس توجيها لا احد عندنا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان له بعض الاتهامات من البعض اتهموه فيها ببعض الاتهامات ويطلبوا رفع الحصانة عشان يتم مثوله امام القضاء ولكن كان فيه رفض قاطع من البرلمان بسبب الحصانة البرلمانية ارجو ان المجلس القادم يئما يحدد وضع الحصانة او يلغيها عشان يبقى عارفين الوضع ايه بالزبط الحصانة البرلمانية احتمى بها النائب ودافع عنها اخرون ولكن الحصانة رفعها اهالي متغمر عندما لم يصوتوا للمستشار مرتضى منصور وبأكد الكلام ليس له علاقة بالرياضة ليس له علاقة باهلي او زمالك الموضوع ان هذا الشخص المحترم رمز لنادي ورمز لرياضة ورمز لقضاء لانه مستشار جليل والمفترض كمان ان هو رمز رياضي لنادي من اكبر اندية الشرق الاوسط فالمفترض ان يكون مثال يحتذا به وكمان رسالة عشان نقول ان يا جماعة ان الدولة بتاعتنا بتطبق القانون والدستور ازاي؟ ناس كانت تطلع تقول من ناشد السيد الرئيس عبد فتاح السيسي ان هو يرفع الحصانة لا طبعا السيد الرئيس ملتزم بالدستور والقانون ويحترمه ونحن نحترم هذا فيه لان لا تدخل للسلطة التنفيذية في السلطة التشريعية فما يقدرش يؤمر بدا ولكن زي ما قلت لحضراتكم رفع الحصانة جاء من خلال الصناديق بالانتخابات بالديمقراطية وهو ده الصح الديمقراطية اللي شالت كتير من الناس اللي كانت مترشحة وكانت معتمدة على المال السياسي اه فيه ناس نجحت وفيه ناس لم توفق ولكن نتمنى ان يكون المجلس القادم هو مجلس خير لشعب مصر ولمصر جميعا كده النقطتين اللي كنت عاوزة تكلم فيهم اتكلمت فيهم الوقتي احنا عاوزين نقول ان احنا الحلقة اللي فاتت زعنا المسابقة الاولى او نتيجة المسابقة الاولى للمواب اللي عملناها في فترة كورونا وكان معانا مسابقة تانية ايضا فعملنا فيديو جديد بنعلن فيه نتائج المسابقة التانية هنعرضه النهاردة والفيديو مختصر كنا منتمنى ان احنا نعرض كل المواهب وكل الناس ان كان معانا وقت ولكن هنكتفي بالفيديو الجميل ده ونشوف المواهب الجميلة اللي كانت معانا وفاصل ونرجع لكم عشان نكمل اسبطاتنا ومواضعنا الساخنة جدا انتظرونا اول مرة اشوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي وانا عارف امي متشتديش غير بلكي جوي عجزتي يما عجزتي فجأة وشار جريدك دا انت لسه ماسحة دا انت لسه ماسحة تشجع بيدك علشان غني ومعه في الهوس هملتني ورحت له ابكي على نفسي ولا على المسكين اللي رحت له والاني راجل والاني راجل مليونير والخير كتير علت عيوني على البكاء وقلت سيبهاله زكا خلي بالك خلي بالك مصري لسه محتجالك كل انفاسك في سدرك من هواها رأس مالك هي نفض الروح بجسمه زرعه اخضر ودعيان مصر صوت الراديو بدري لما بيصحصح مشاعرك مع السلامة يا حبيبي مع السلامة في سود جوايا مش مسموه وصرها حلف مدوه ونر سيره بتكو وضلوه ونرها وعمره مائدوه وليل صهران وناي موجوه ونغم حزينة بالتعون وأجمل منك لم ترى قطعين وأطيب منك لم تريد النساء خلقت مبراء من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سلم على الشهد اللي معك سلم علي كل اللي لك عمرك أنت من الحرية لكن بلدك مش نسية أعزائي المشاهدين رجعنا تاني بعد الفاصل عشان نكمل سبوت تطنعه زي ما احنا متعودين ان البرنامج بتاعنا صوت المهمشين صوت من لا صوت لا النهاردة بنسلط سبوت مهم جدا على شخصية من الشخصيات اللي كانت محتاجة لسبوت ده في حياتها لأن النهاردة بنتكلم عن رحيل أيقونة التعليم الطبي الدكتور حسين أبو شعيشع دكتور حسين من عمالقة الطب وخاصة في المنصورة وفي مركز الكولة الخاص بالدكتور جنيم واحد من عمالقة الطب والتعليم الطبي اللي سافر وحاضر فيه جامعة ليفربول والدكتور يعني عمل حاجات كتير مهمة جدا خلونا بس نتكلم أن الدكتور حسين هو حاصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 2010 وعام 2011 من أكاديمية البحث العلمي وأول من أطلق التعليم الإلكتروني في طب الأسنان والتغذية العلاجية وأمراض الكولة والطب التجددي وفي كثير من العلوم الطبية قال عنه الدكتور غنيم لو لا ما نجحت أول تجربة زراعة للكولة في مصر وقال عنه الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة فقدنا أيقونة التعليم الطبي الدكتور كان جاله أزمة قلبية وانتقل إلى المكان اللي كان بيعالج فيه الناس وأصبح من طبيب يعالج أصبح مريض يعالج إلى أن لقى حتفه وتوفاه الله وصعد إلى مولاه وفقدت مصر بفقدانه عالم جليل وكبير كنا نحتاج أن الإعلام يسلط عليه الضوء في حياته قبل مماته الدكتور حسين أبو الشعيشع يعني سألنا ناس كتير وتكلمنا عنه قبل ما احنا نبدأ نتكلم وعرفنا منهم أنه هو يعني شخصية كانت بتعمل ولا تنتظر المقابل فأتمنى من الإعلام أنه دايما سبطاته تكون موجهة موجهة على الشخصيات اللي زي دي فيه شخصيات كتير في بلدنا بنحتاج أن هي تكون واضحة للعيان تكون رمز يتكلم عنه الناس زيه زي الدكتور غنيم اللي قام بدور كبير جدا في علاج المصابين بأمراض الكلا في المنصورة ومش بس المنصورة تعرفه لا مصر تعرفه وكل كمان الدول العربية والخارجية تعرف الدكتور غنيم يا ريت تجيبولنا الدكتور طارق لو سمحتوا يا جماعة على التليفون عشان نتكلم معه شوية أحد أصدقاء الدكتور حسين طيب احنا دلوقتي بنقول أن الدكتور حسين رحل نتيجة أزمة قلبية معنا معنا الدكتور طارق دكتور طارق السلام عليكم عليكم السلام دكتور طارق أهلا بحضرك معنا أهلا بحضرك مع حد الدكتور طارق اتشار أمراض الكلا في المنصورة والغربية أهلا بحضرك طبعا أنا بنعي أخي وصديق العزيز كنا نتمنى الاسبوت ده يكون في حياته ولكن للأسف الاسبوت كان بعد ما ماته وحبين أن حضرك تسلط معنا الضوء وتتكلم عن الدكتور صد طرح سين شعيشع موليد 1968 عزبت شعيف مركز شازمين الده أهلية آآ بنعتبره عالم من علوم أمراض البطنة والسنة تستخر فيه مصر من خلال سنية الأبحاث اللي نشرت في المجاليات العالمية نستخر بيه إنه هو قرق حياته للعالم والتعليم والاهتمام بشعاب الأطباء من خلال تقسيم أحدث ما يصدر من المشورات العلمية الحديثة بشكل مجاني ووهد حياته للعلم وزهد المنطق وزهد المنطق ولم يفتح حياته حتى وتفرى لمتابعة العلم الحديثة وهضمها بشكل جيد وتقسيمها بشكل مبسط إلى عموم الأطباء شباب في مصر أطباء كبار السن في مصر الدول العربية ومذخرة لنا في أوروبا وأمريكا ومن مصادر موصوقة وصل لأن هناك أطباء أمريكان كانوا بيتابعوا دكتور حسين على الوبينار وبيتعلموا منا وكانت حاجة بالنسبة لنا حاجة جميلة وحاجة رجعت البصلة إلى مصر العظيمة التي تنجب العظماء ياريت حضرات تكلمنا عن رحلته الليفربول حضرات ياريت تكلمنا عن رحلته الليفربول طبعا كان يدرس ماجستير أمراض وزرعة كلاب الليفربول ومانشستر وكان له أيدي بيضاء في أفريقيا بتنظيم تلسلة سنوية من أمراض التعليم أمراض الكلاء لأطباء الأفرقى من خلال وزارات الخارجية المصرية وكانت تقام بمركز الكلاء والمساكل المنصورة وطبعا دكتور حسين كان بيتعامل كفريق عمل معاتم ومن الأسدى ومن الاتشارين وكان دائم المشورة وسماع المصيحة نشكرك دكتور طارق ورحم الله الفقيد وبإذن الله مصر ولادة وبإذن الله دايما وأبدا هيكون عندنا علماء كبار في جميع المجالات وخاصة الطب وتعود مصر الرئيضة كما كانت دي كانت فقرة بنتكلم فيها وصلتنا ضوء على شخصية مهمة كانت تستحق تسليط الضوء مرارا وتكرارا ومثلها كتير موجود يريد نلحقهم ونستفيد بخبراتهم ونصلت عليهم الضوء وبشكر زملنا في الإعداد الدكتور محمد ياسر اللي أعدلنا هذه الفقرة إحنا كمان معانا مجموعة تانية من الفقرات بس قبل ما أتكلم في الفقرات التانية حابب بس أقول لحضراتكم أن احنا عاملين على صفحاتنا على الفيسبوك سبوتس مع أنور سالم وكمان عاملين على جوجل فورمز عاملين رابط الرابط ده حضراتك تقدر تدخل عليه وتسجل أي موضوع عاوز تتكلم فيه أو تناقشه وإحنا جمعنا بعض الرسائل اللي جات لنا من عثمان الشربيني من الهلية بيتكلم عن طفل المرسيدس واتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت بتكلم عن قانون الأسرة بتكلم عن قانون التصالح إن شاء الله بإذن الله نتكلم عنهم في الحلقات الجاية معنا أيمن أحمد عبد العزيز من صهاج بيكلمنا عن مسابقة تانية غير اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت مسابقة البنك الزراعي بس المرة دي بيقول إن فيه ناس اتعينت فيه إن المسابقة ولكن الناس التانية ما تعينتش وتم تغيير الشروط وإجراء بعض الاختبارات الإضافية وكمان عمر سيد من أسيوت ده مش باعت موضوع باعت تحية بنشكرة لك أستاذ عمر والأستاذ أسامة محمد أنور من القاهرة بتكلم عن فساد موظف البريد وكراسات الشروط طبعا الكلام اللي هو بعده بعته على عهدته إن كراس الشروط في أحد المسابقات للمساكن بدل ما كانت 150 وصلت لـ 500 هنناقش كل حاجتكم وكل رسالكم في الحلقات الجاية معنا مدخلة أستاذ محمد معنا أستاذ محمد على التليفون أيوة فضل أولاً بنبذك لسياتك أنور بي على البرنامج الجميل ربنا يخليه كفان إحنا عايزين من خلال محافظة الشرقية نحنا نوجه رسالة شكر لكريادات مدرية أمن الشرقية أستاذ محمد حضراك من الشرقية نعم الشرقية فضل فضل أفندم معاك عايزين نوجه رسالة شكر لكريادات مدرية أمن محافظة الشرقية اللي هو إبراهيم عبد الغفار العبيد عمر رؤوف مدير المباحث الجنائية على الجهد اللي تبازل خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواق رسالتك وصلت أفندم وإحنا كمان بنقايد صوتنا مع صوت حضرتك وبنقول شكر خاص لجميع رجال الداخلية ورجال الأمن المصري على ما يقومون به وبالتحديد الشرقية زي ما حضرتك بتقول شكرا يا اسم محمد في إضافة تانية شكرا يا اسم محمد كمان يا جماعة النهاردة معنا موضوع تاني مهم إيه هو الموضوع؟ الموضوع بنتكلم عن الأستاذة نجلاء هلالي دي مدرسة في المدرسة التجربية المطورة بمحافظة دمياط توفاها الله منذ أيام وللأسف بسبب الفيروس العين لفت نظري على صفحات التواصل الاجتماعي كلام كتير عنها وناس بتقول كلام آه وكلام لا لكن أكتر ما لفت نظري باست نزله ابنها واعتقدوا الصورة موجود معنا يا ريت فلنا في الإعداد ينزلها بتكلم عن حالة والدته والدته باختصار تعبت فقالت لا أنا أمن نفسي وأمن زميلي وأمن الطلاب وما رحش المدرسة ما رحتش وبعد كده رح تكشفت وراح يطلبولها أجازة المشكلة إن إدارة المدرسة اعتبرت إن هي منقطعة عن العمل بعد ثبوت إن هي مريضة أو مصابة وبعد كده تفقمت الحالة وما كانش فيه غرف عناية مركزة موجودة فللأسف توفاها الله لها الرحمة والمغفرة من الله بإذن الله تعالى إلا أنا عاوز أقوله في النقطة دي إيه إحنا بنقاردش حاجة عشان نقول ده فيه هنا حاجة سيئة أو حاجة سلبية أكتر من إننا نحن نحل ونعالج في اللي جاي أنا ليه أصدقاء شخصيين في وزارة التربية والتعليم مدرسين تعبوا وتم عزلهم في البيت طيب اللي تعزل في البيت ده مش مسجل إنه هو عنده كورونا طيب ودوره إيه في المدرسة طيب هو الوقت لو اعتبر منقطع عن العمل فيه ضرر عليه طيب ممكن واحد يقول لا أنا هنزل المدرسة وهضر نفسي وهضر زميل وهضر الطلاب طيب إيه العمل إيه العمل اعملوا لهم مسحة اعملوا لهم تحليل اعتبرهم لعبة كورة زي اللعيبة اللي كنا بنعمل لهم تحليل أثناء المباريات وبالمناسبة طبعا بنتمنى الشفاء العاجل للكابت محمد صلاح اللي أصيب بفيروس كورونا فلو سمحتوا من فضلكم احنا ما بنقولش اقفلوا المدارس ما بنقولش اقفلوا الدنيا لأن زي ما موجود في المدارس موجود برا بس ناخد الإجراءات الوقائية والاحترازية لازم نحرص على المدارسين لما بنقول نقفل مدرسة أو نحنا نريح ناس أو ندي أجازة يبقى للمدارس والطالب عشان نعطي كل دي حقا حقا يعني ما ينفعش ان احنا نيجي على المدارس بهذا الشكل ونكون سبب في ان يحصل مشكلة بعد كده لومي مش على مدير المدرسة لأنه هو موظف وبتكلم بالقانون والتعليمات اللي عنده مايقدرش يعمل اكتر من كده فماش عاوزين نحمله طاقة اكبر من طاقته ولكن بنقول للقيادات الاعلى من فضلكم من فضلكم نحاول نشوف حل يا اما لما اللقاح ينزل نبدأ نطعم بين المدارسين يا اما نعمل تحليل للمدارسين المشتبه فيهم على الاقل مش هقول كل المدارسين عشان مايبقاش تكلفة كبيرة جدا على الدولة بس المهم ان احنا نحاول بقدر الامكان نقلل من الاصابة ونحاول نحل مشاكل جميع الفئات مايبقاش بنبص في جهة وجهة تانية اتمنى تكون رسالتي في النقطة دي وصلت طيب طبعا النهاردة باذن الله منتخب مصر هيقابل منتخب توجو وبنتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخب مصر باذن الله عشان يرجع تاني لصدرته للمجموعة وان هو يبدأ يحسن وضعه ويرجع لمكانته المعهودة احنا طبعا بنتمنى مصر تكون في الاعلى في جميع الاماكن تكون موجودة في الرياضة في الطب في الفن في الثقافة زي ما كانت وسوف تظل عزيزي المشاهدين احنا بنحاول بقدر الامكان نوصل رسائل كل الناس بحاول اتكلم بسرعة بحاول ادخل موضوع كتير عشان ان احنا نقدر نوصل كل الرسائل عشان نحط سبطاتنا على كل الناس اللي نقدر ان احنا نحط سبطاتنا عليهم عشان بالفعل نكون صوت ملا صوت لا عشان نكون صوت المهمشين نقدر من خلال برنامجنا البسيط اللي مدته بسيطة نقدر ان احنا نعمل حاجة نقول فكرة نقترح حل نعمل حاجة نفيد بيها البلد نفيد بيها الوطن والمواطن فلا وطن بدون مواطن ومواطن بلا وطن لن يكون ولن يظل في هذا العالم عزيزي المشاهدين احنا قدمنا النهاردة العديد من الاسبطات كنا معاكم النهاردة باسبطات كتيرة متعددة ان شاء الله لسه عندنا افكار تانية وحلقات تانية فيها اسبطات تانية وضيوف وكلام كتير هنقوله ونسلط عليه الضوء من خلال سبطس مع انوى السالم كنت معكم على مدار نصف ساعة وبإذن الله نلقاكم في حلقة قادمة وفي الختام دائما سلام موسيقى موسيقى موسيقى